السلام عليكم متابعين الكرام هل يحاسب الإنسان على أفكاره وتخيلاته المحرمة؟ أم على أفعاله؟ سبحان الله فيديو سيغير حياتك ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات تحدث التخيلات نتيجة الشعور بنقص في إحدى جوانب الحياة الهامة أو تكون بعثة عن ضغط أو مرض نفسي فعند تراكم الأمور وعدم وجود حل لها أو ما هو مناسب للخروج منها فهنا تأتي التخيلات كوسيلة للتغيير عن المشاعر الداخلية ولكن غالبا ما تكون هذه التخيلات محرمة ولا يستطيع أن يفعلها الإنسان في الحقيقة سواء كان ذلك يعود إلى الخوف من الله تعالى وعقابه أو عدم الجرأة على القيام بها واختلف الكثير من علماء الدين والفقهاء حول حرمانية هذا الأمر وما يترتب عليه من نتائج فمنهم من يجد أن التخيلات وسيلة مشروعة للتعبير عن المشاعر والرغبات المكبوتة وبذلك قد يستطيع أن يحمل إنسان نفسه من القيام بهذه الأمور المحرمة وذلك استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم وذلك بمعنى أنه طالما الشخص لم يقم بهذا الفعل أو حتى تحدث عنه مع غيره فلا يحسبه الله عليه ولكن البعض الآخر من الفقهاء يرى أنه أمر محرم لما يترتب عليه من أفعال تضر هذا الشخص فعندما يسترسل بأفكار وتخيلاته في محاسن امرأة ما فقد يجرؤ على فعل الأمر نتيجة لزيادة الشهوة لديه وعدم القدرة على التحكم بها لذلك لا بد من عدم الاستسلام لهذه التخيلات الشيطانية وأن يقوم بإشغال نفسه بذكر الله والتقرب منه حكم تخيل المعاصي قبل النوم بعد معرفة جواب هل يحاسب الإنسان على أفكاره وتخيلاته المحرمة أم فقط على أفعاله ينبغي أن نعرض الحكم الفقهي في من يتخيل المعاصي قبل النوم والتي تتمثل فيه عند الذهاب إلى النوم والشعور بالاسترخاء تبدأ غالبا وقتها التخيلات الجنسية فيقوم الشاب أو الفتاة باسترسال التخيلات والأفكار من خلال تخيل شخص معروف أو رسم صورة وهمية للشخص المرغوب في إقامة علاقة جنسية معه وقد يؤدي ذلك الأمر إلى الحلم بمثل هذه الأمور كرد فعل طبيعي من الجسم والعقل لما يفكر به الشخص ويريد أن يقوم بتنفيذه فهل يكون الأمر حينها محرما ويحاسب الله عليه؟ التفكير والتخيلات تكون نتيجة لما هو مخزون بالعقل والنفس ومن الصعب السيطرة عليها خاصة في حال وجود أمر مرغوب به بشدة لذلك فإن الله لا يحاسب العبد عليه في حال لم يتم تنفيذ الرغبة في الحقيقة أو وجود نية على القيام بها ولكن هذا الأمر قد لا يسبب مشاكلا في حد ذاته ولكنه سيكون أول خطوات الشيطان نحو ارتكاب المعاصي والرزائل فعندما تتكرر التخيلات سواء كان للعازب أو المتزوج الذي لا يشعر بالسعادة مع زوجته فتؤدي هذه التخيلات إلى البحث عن أشياء بديلة واقعية مثل مشاهدة الأفلام الإباحية أو الاتجاه إلى قيام علاقة محرمة بالفعل وبالتالي فإن هذه الأفكار تعتبر العامل الأساسي في ارتكاب المعاصي والذنوب فقد يهيئ لك الشيطان الأمر ويسيطر على عقلك وطريقة تفكيرك ويقنعك بأنه أمر مشروع ولا حرمة منه لأنك لم تلجأ إلى القيام به ولكنها تكون الخطوة الأولى التي ستؤدي بك إلى المهالك لذلك يجب على المسلم أن لا يستسلم لهذه الأفكار ويقوم بقطعها على الفور وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويشغل باله دائما بذكر الله والرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بالعبادات التي تقربه من الله تعالى وقد يكون الدعاء هو السبيل للخروج من هذه الأزمة والابتعاد عن هذه الأفكار المحرمة إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر